السلام عليكم حبيباتي صباح النور صباح اليسمين صباح الرباح على الناس الملاح قبل ما نبدأوا نشوفوا الفيديو تالي ونصلوا كاملة عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام الحلبة الرومانية للأطفال من لاباك رايزين انتبهوا لاباك هذه رايزين لأنه كان بزا في التقليد هذه الحلبة الرومانية ليعطت نتائج مذهلة وراهي معروفة كاملة عند العشابين ولي عندها نتيجة ولي عندها تجربة مع هذا المنتج تخلينا التعليق ديالها الناس اللي عندهم دراري مشيانين ما يكلوش ماكاش قعش شاهية وتلقيهم موجيني غال عندهم يعني نقص في التركيز ايبا هاد الحلبة البنات ليبنينا يعني فيها شبانس مكسارات بس كيف تحت البلارة البنة ديالها يعني الريحة ديالها رائعة وهاد شي ليخلي الطفل يكلها يعني كين بزاف دراري لابلكم فوائد الحلبة راهي تتقل بالدهب لكن هادي حلبة مشي كيمة اللي نعرفوها يعني بزاف نتائج ديالها رائعة وبودو كان زوجوغ تبدو تشوفو نتيجة طريقة الاستعمال راه كو تلقوها في العلبة البنات عندكم غير فاس غير قبل الاكل بنص ساعة عندكم من عامين حتى الستاشن سنو والحاجة المليحة كين مام رايزين هاد الحلبة الرومانية مام لزاجلت يعني اللي كبار المرة المرضيعة تزيد لها في الحليب راهي ليك الحاجة اللي فغيموش وكلي الحمي راهي تعالج سرطان عنق الرحم والكابت لأنه عند هالمحتوى ديالار وفيه مضاد للأكسادة وتانيك يعالج النحافة المفريطة ويزيد في الوزن في وقت قياسي لبنات لامارك رايزين راهي متوفر عند العشابين وخليت لكم هنا رقم الهاتف بالنسبة للمعلومات اللي يكون حابين تعرفوها هنا أكدت لكم بركة على اللوغو تارايزين باش ما تغلطوش كيتوحو عند العشابين راهي معروفة ومدة نتائج رائعة كاين بزف بزف لي خلولي تعاليق إبا غلقت منتج راودير حالة حوست عليه وجبته لكم وربي إن شاء الله يفرحكم وأي واحدة جربت المنتج تخليلي التعليق الجميل ديالها دو كانوا رحوا إياه الفحلات الخلطة تال كريستو اللي درت بها حالة في اليوتيوب هدي سنوات لقيت واحدة التعليق اللي بنات شوفوا يعني جبت الكريستو وجبت سائلتها الأواني وجبت زيت عطري وجبت البخاخ كاينة واحدة قاتلي يعني ندير في الكريستو مع الخل ومعطانيش تفاعل يعني ما صاش هدك التفاعل خلعتني أنا لبنات الكريستو ما نستغناش عليه لكن الخلطة هدي وريتها لكم مش حال من مرة يعني سبوغ صالي تلقوني ما نشاركاش معكم لكن اليوم استغلو ثلاثة مغارف معمرين تال كريستو وكاس تاخل خل أبيض ولا خل أحمر شوفي يا أختي التفاعل حاولوا برك كي تديروا كي تبدو تديروا الخلطة دي لكم شوفوا إناء كبير لأنه لو كان ديروا في إناء صغيرة ويفيد ها هو ليك تفاعل يا أختي قدامك وقدام عينك وهذا الخلطة كوشتولي في كاسيتة تاحها الناس اللي عندها القانا وتقدر دير هاد الخلطات هاتي خلطة جبارة يعني تتحدو بها الدوهن وهذا من شهادة الملايين اكتبوا خلطة لكريستو دادح ويخرجوا لكم فيديوهات يعني فيهم ملايين المشاهدة زوج مغارف تاع السائل تاع الأواني دوك هنا في هاد المرحلة ندير قطارات اللي عندها زيت عطري بشريحة برك تاع الخل هذا ما كان ونديروا ربع كيسان تاع المانا هنا أخدكم برك دارت خمسة كيسان لكن هي نوع من ما ربع كيسان لكن ما غير درت خمسة كيسان لكن الله يباركها طوني نتيجة هايلا شو بونسا درت خمسة وخلتي قروفة المهم عندكم هربع كيسان وديروا تخلطوا هارا والمس خون يخلي الكريستو التاعكم يدوب بالخف قطت لكم برك حاولوا ديروا ايناء كبير باش ما يفيضلكمش ويبرد الخلطة ديروها في بخاخ ورجعوا لخدكم لخبر هنا الأخت اللي خلتلي تعليق هاني درتها قدامك أنا البنات كي ما يكونش عندي مندك نطيحو أمبان ما يكون عندي حتم ونظف ايبا والكريستو اللي جام يخطيني توتسويت نوجدها في رمشتعين البخاخ دائما يكون نوجد معايا دايو غاكوا تشوفوا كان عندي ديجا في الفابو ديجا الخلطة التاعي اللي نديرها بالمنظفة الأرضيات اللي فيه البياش نتخادك ايبلا الخلطة ديري رايلك وجدة الله الله ودركا يلفحلات نروحو الاسبيغاتور اللي نحي لكم التعب لبنات يرفد الماء وياسبيري الغبرة البيدون ديالوير في الثلاثين اللي يطلع البيدون ديالو دي اي نوكس وفيه الف وربعمائة نوات هنا راني فتحت المنتج قدامكم وريت لكم لما اخكار شهر وكان بزاف اللي جاتهم غاليا ايبا هاد المنتج الثمن ديالو هايل وزيدون بلوس شوفوا هادا لبالي ياسبيري البنات الزربية الغبرة من الزربية وياسبيري القاعة ويزيد ياسبيري الكلمة لو كانت سيقي هاكيد سيقي سيقي بالنشاف ومبعك تجب دي هادا يا البيدون ديالك وتجب دي هادا كلمة والرغوة كام لو هاديك الخملة و هاديك الصوف ديفا كين يعني نسيقوا بطبع درتين اتواياج ما عندكش الصحة ما تقدرش تطابسي ما تقدرش تقعد يتعصري ايبا هاد الاسبيغاتور اللي فيه شحن من اوبسيون فيه مام تقدري تاسبيري فيه الغبرة من اللي فوتاي من القجار من المخايد من المضربات يجي فيه هاد الو فيلتخ هادا هاهو لي كيفاش جاي ويجي فيه هاداك لغرون فيلتخ اللي جاي تعقماش كيكون الغبرة راهو يشد لك الغبرة رقيقة بصح هادوك يعني كاشو نقولو حنا يا الغبرة رقيقة راهي تهبط لكن لحجر لحجر كي يديري بتات نتواياج ولا يديري دي تخافو ايبا يشدهم لك في هادا توييو زوج مع بعضاهم نلسقوهم هاد الاكسيسوار دي كوا عندك قجر عندك جيها تعقم ما تلحقش لها ايبا وولا يعني وشو نقولكم رائع وصورتوكو لا بيسانس ديالوجيا ميل كاتسون والتسكي فيه بيسان يجبت بطريقة رائعة هاد المنتاج راهو من عند لاباش فاتا في تديزت يعطيهم صحاجة بونا منتاج رائع وصومة ديالو معقولة بيسوغ لاباش ديالوجو تلقوها في صندوق الوصف شوفو هنا راني نوريكم هاداك الشيطة شوفو وش تخدموا بيها هاد الشيطة البنات عندكم الفوتاي المضربة تقدروا تديرو بيها المخايد على بركم المخايد دايغو رحوا وفيريفيو نمخدد شوفو فيها مقيقيا تتبج بداية تأسپيري وتشوفو الخير اللي يخرج منها والغبرة اللي يخرج منها يعني وشو نقولكم الحاجة المليحة انا اي أسبيغاتور يقدر يدير لي لنيفو باركزمبل يكون عندي دو نيفو شادوك الزرابة المخايد ليكون فيهم يعني الوبر هاداك طالع وهابط ويديرها لي بطريقة سريعة تمك نعرف بليك أسبيغاتور هاي الاكسيسواغ دو كوا هاهو لي كيفاش نستعمله في الجهة اللي ما تلحقش ليها يدنا وما يلحقش ليها الاكسيسواغ لي جي كبير شوفو يعني عجبني بل بزف جربتو فرحت بيه وجيت نفرحكم اللي بنات كيف كيف مع انتا كيتخرجي الأسبيغاتور ديالك ديري به القاعة ديري به الكوزينة البيوت الكل وغ الحاجة المليحة الخيطة دياله طويل ويعني يتكركر بطريقة هيلة ووالا اللي بنات لك سيسواغ دو كوالي وريتهم كمدركة الناس اللي عندهم لانيمينيوم هاد التواقي وهادو ما ايبا ووش نقول لكم فيتفيه شوفو هديك الغبرة وهدك اللحجة الرقيق هادا كيتنحافي رمشتعين اهنا درتلكم بيانسير دايمن حب نديلكم ديمونسترسون باش شوفو يعني القوة تالاسبيغاتور كيكون عندكم الفتاة يودادكم حاشاكم زبل في القاعة سكيفي وش ديري تخرجيه تاسبيري الزربية ديالك تاسبيري الكانابيات الفوتاي ووش كان عندك وبعدها كيترفدي الزربية وتحبي تسيقي يا مادام ترمي الماء ولا تبالي ارمي الماء ولا تبالي ارمي لي انو ابخيك تسيقي زيما تحكي بالبالي يعاود هادو في خطوة هادا اللي فيه الشيطة ننصر الماء يحكلك القاعة لو كانت حبي تستعملك تكوني تحكي في القاعة ويزيد ان بلوس يشفطلك كاملة الماء هنا البنات هاد هاد البوطن هادا كيتشوفو الزربية ديالكم خفيفة ويرفدها الاسبيغاتر شوفو هنا كيفاشلفتت تنحى معايا في رمشتين كيتشوفو الزربية ديالكم راه يتترفد حلو شوية هاداك البوطن باش البنات باش بيانسير الزربية متعودش تترفد مع هاداك الاسبيغاتر هاهو ليك شوفو هاداك الصف يخرج من مخايد ويخرج من الزربية المهم يعني باش تشوفو يبان دنيا مقيقية لكين ان تسعموا هاداك الاسبيغاتر يبلغ ز memangقين هاداك التخ 있어서 عليك اريخ هادا الباقة الجدو حاجته الاشباء باش نفس باش نغسله غير ولا ضرب بόσم بذال 들어가 ب tanto هنال فوق عني هاداك انا نسيفو overwhelmed أرميت خدكم من الماء اللي فيه بين صغير الرغوة و حكيت له صالون بالبالي هنところ باش نوري لكم يعني انه صالوتي ديالي مقيقي لأنه هاجلام ليف لرد هاهيل وسهل استعمال لكن أحب أن أقول لكم أن الناس الذين يحبون أن تخسر لحيو تكمل تبالي القاعة شوفوا كيف يجبت ماذا نقول لكم يا البنات حسنة وخلاص يعني وداعا للنشاف البنات اللي تعاني نسالي عندها يعني لا تنديني للناس اللي ما تقدرش صح تعصر النشاف إبا هاد الاسبيغاتور كل شي يدير لك كل شي نحي لك الغبرة من القاعة من الزرابة من الفوتاي وزيدان بلوس يجبت لك الماء كيتزرسقي إن شاء الله قدرت نفعكم بهذا المقطع وكما يقولوا ناس الزمان راهوا لي في يدوكو اليوم عيدو ولو إنو نتمنى لكم هاد الاسبيغاتور ليكم كاملة كما راكم يعني في بيوتكم لأنو فغيمو حسانة مم ثمن ديالو صدقوني هاي المهم البنات نروحو وش طيبة تخدكم شريبة عدس الله الله لي على بلكم كاملة بلي أنا نضيبها بارد في بارد نحط العدس ديالي بعد ما نكون خسلته الله الله شحال من المرة وندوزنو وندلو ليدم ندلو فلفل عاكرين وندلو ولكانتزروضية فلفل للدريس وهنا حبيت ندلكم ملاحظة مهمة كونسرنا الكوكوت هادي تيفال من ذاك هادك البوتون هادك يخرج سكيفية تبلوكي لكم متقدرش تغلق لو انتبهوا احكموا رقطة ديالكم راح نشوفوا معي كيف شرحان دير شوفوهنا ننوركم الاغلق ديالها سهل هاده البوتون يخرج هاده اللي ننوريه لكم وانتو مقالبين هاكدا طلعوا البوتون ديالكم او دور جوه البلاستو يعني فهاد البوزيسون تغلق ان شاء الله قدرتوا تفهموني ولما فهمتونيش ندير لكم فيديو مفصل يعني هاد المعلومة ما حنتلقوها عند حتى واحد وكاين بزاف اللي ما يعرفوش كيفاش يتصرفوه معلى كوكوت كي مندك البوتون ديالها يعني يخرج هنالبنت وريتلكم القهوة ديالنا كانت عبارة على درد شوية كمية صغيرة تعت شوينة جبها ليمو للبيت ولمشوشة يعني هاد الوصفة تراهم لكينين يعني في القناة حبيت بك نوريلكم القهوة ديالنا يعني وش اه حطينا فيها بينسوق ولومونوتا على الفطول اللي كان عبارة على أعدس و اه شلادة تاع بطاطا بطريقة تقليدية الرائعة انا كي ندير كلش بارد في بارد نخلي لعدس ديال يرفض الغلية بطبع باش نغلق لها كوكوت مونوت هادي دائما من نصائح اللي مديتها لكم من ناس اللي ديفوها ما تعرفش كيفاش تستعمل لها كوكوت مونوت دائما دائما لبنات خلوا المريقة ديالكم تدير لوج تغلي شوية كامم باش تغلقوا غليت البطاطا رقيقة وجيت هنا نوجد فينيجرات الله يرحمك يالهم ما اللي كانت تديرها غرب القارس وزيت زيتون والملح يعني فينيجرات تعزمان هادي هي ولبلكم الفينيجرات اللي نديروها بالقارس راهي ديمي الفاخر باللي نديروها بالخل شوفوا لعدس ديالي كيفاش طاب لابلكم ما كان عندي زرودية ما كان عندي رند سكيفي درتو هاكده برك وجابنين سوقتو كي استعملت يعني لعدس بيو هادك اللي يجي نحبة ديالو رقيقة هنه هي البطاطا ديالي درت لها البصل الخضر للملح البنات نملحوها ما نخلوها شمسو سمن تكلوش غير على لا فينيجرات ودرت كمية لبس بيها من لا فينيجرات وبينسوغل مع دنوس مع حبيبات ولاد الجاج مغليين لابلكم كين طيبا هاد النوع من الطياب دائما تفكر نمي ما الله يرحمها نسمعكم واحد الكلام كان تقولهولي أمي سمعوا مليح واش قالوا ناس الزمان يقول لك يما تحييني يلو كان بسم تسقيني هكو تسمعوا شوفوا خدكم شوفوا 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 المهم لبنات المهم سيدي تخيك يا غيف عندنا لسالة ديالنا تقليدية مع شربت ها وقت اللي زاق يغير من البنات يعني ديروا شربت ومتكتروا لهاش السكر ومعها شريبات عدس وبنبي صلاة الناس عليها أفضل الصلاة والسلام إن شاء الله المحتوى تعل فيديو تالي يوم قدري ينفعكم لأنه فيه بزاف الفيدة هادو من الفيديوهات اللي نفرح بيهم لإني نحس بالليكراني نفيد فيكم ونقلكم إلى فيديو مقبل تهلو ولي في روحكم ولا عندكم كاش سؤال أنا لفاكنسة نقرب تعليق ولا عندكم كاش سؤال مرحبه بكم وبالأسئلة ديالكم ونقلكم دركاتي كدمتم حبيباتي في رعاية الله وحفظه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته